تمام؟ هو من بعد الماتش ده الموضوع بدأ يهرب منه شوية انت حسن الدنيا بتهرب من كونر؟ تمام عدم ثبات التشكيل ده؟ اه خلط انت في النادي كبير زي النادي الاهلي انت مش مش حقل تجارب ان انت تقعد تجرب كل شوية لا مش ده ده غلط ده تجارب ولا بيريح اللعيبة لموسم طويل؟ لا 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 مش بيريح مش بيريح النادي الاهلي يتريح ايه؟ الكلام ده في ريح في الماتشة عسوان الجاي اوكي ان فيش مشكلة لكن ماتش هلال في دوري ابطال افريقيا هتريح ازاي؟ انت مش دامن انت تكسب الهلال لكن اصوان ما احترام الاسوان ماتش يعني لحد ما ممكن النادي الاهلي يكسبه بارتاحية لكن انت لو الراجل اللعب بنفس التشكيل اللي بلعب به في خلال مجرات الدوري الاخيرة اللي هي 3-4-3 اللي هي 4-3-3 4-3-3 انا شاف ان ده انسب طريقة للنادي الاهلي مين التلاتة اللي يبقوا عندك في النص؟ هو السولية ديانج وحمد فتحي عجبك القندوسي النهاردة او المشاركة لي مع الاهلي؟ لا ما اقدرش احكم عليه طبعا ما اقدرش احكم عليه ماتش بره ملعبه وخسران يعني اشتراكه كمان في الماتش انا بالنسبالي ده لعب جديد وما انفعش ان انا ارميه كده في ماتش وانا خسران فيه انا معاك اه ان ده لعب كبير ولعب دولي وكل حاجة لكن برضو انت كان عندك بدايل احسن منه كنت لما المرحلة اللي الاهلي فيها كان متراجع والهلال سجل وهدد وضيع ضرب الجزاء وسجل التاني وتلغى كنت شايف كولر المفروض يتعامل ازاي؟ شفت تعامله مع الموقف ده كان عامل ازاي؟ لا هو الراجل برضو يعني الراجل له بالناس كلها بالناس كلها المتاح عنده يعني انا حتى كمان الدك عنده مفيش بديل ان هو يقدر ينزل يعمل الفارق قهربا مش موجود مش عارف برد ده ولا لا بصراحة مش متأكد مش مقنع اوي السبب مش مقنع بالنسبالي ليه؟ لان الراجل برضو في ماتش في المنجو ما كانش موجود تقريبا قربا ما كانش موجود في ماتش في المنجو الاخية مظبوط مين تاني عندك مين كان موجود بره؟ كان شدي حسين برضو شدي حسين برضو كانش بره المتش شريف كان بديل ونزل بالزبط انت رميت كل الاوراق بتاعتك بسبب ان انت بدأت غلط لو كنت بدأت صحت انا معاك ان الشريف اوكي مفيش مشكلة شريف ضايع وشريف ما كانش في مستوى في المنديال لكن برضو لا غنى عنه لان انت ما عندكش بديل انت لو موفر بديل ليه انسب بديل لي مين؟ هو شادي شادي انت طلعته بره طب انت الوقت ما عندكش سترايكر بلعب تسعى فانت اصلا بداية المباراة ليك بان انت بتلعب ببيرستاو فروت من بداية المباراة دي صعبة الدنيا عليك لو كنت بدأت بشريف الاول كان اوه عندك بقى مشكلة تعرف تلعب بعد كده وتعرف تغير وتعمل محدش يتكلم معيك لكن هو الراجل شكله السوشال ميديا تقريبا والله اعلم ان السوشال ميديا برضو يعني ضغطت عليه شوية ان الشريف او ممكن هو برضو الراجل هو واضح ده هو من قبل السوشال ميديا بينتقد في هجومه ماشي ماشي يا هاني بس اولاك الحاجة انت ماشي انت موفر البديل ولا لا في بديل كفء عندك ولا لا انت ماجيش تلاجب لي واحد وينج بتلعبه في رود ويتيجي في مطرس مهمة زال الهلال ويقول لي بعمل روتيشن نا انا جوزيه كان بيعمل ليه مع فلافيا لو تفتكر بيدي له استقفة قاعد سنة كاملة لكن عارف امكانياته كويس مبارح كولر اتكلم بنبرة مختلفة عن المهاجمين قال احنا وصلنا كتير وانا واثق في المهاجمين بتوعي غير التون شوية كويس واضح انه حس انه ممكن يكون كلامه بيجي بنتيجه سلبية مش سلبية انت لازم تعمل كده ده الصح اللي هو لازم يعمله انت لازم تفوق لعبتك لازم تتكلم عنهم بشكل كويس لان دول هما ده اللي سكوات اللي معاك هاني اللي هيكامل معاك صح فانت لو اتكلمت وحش عليهم هيقع منك يقع منك فانت لازم تقيم انت اقرب اقرب يعني اقرب سابورت للعيب هو الموديول الفني طول ما الموديول الفني في ظهرك وانت بتتكلم معاك كويس ودائما بتدعمه ودائما بتديله ثقة انت هيجي عليك وقت وهتفوق 100% هو اللعيب هو الاداة بتاعت المدرب وكمان لو انت فمهما كانت افكار المدرب حلوة بس الاداة بتاعته مش مرتاحة مش واخدة ثقة منه مفيش حاجة تتنفذ مهما كان المدرب كبير بالزبط اشتركوا في القناة